من جانبه أكد الكاتب الصحفية دكتور فؤاد الهاشم في تصريح خاص لمركز الأخبار أن الوساطة الكويتية التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة أفسدها نظام قطر بتعنته الذي يسعى من خلاله لإكمال مخططه التخريبي في الملطقة مشيدا بحكمة قيادة البحرين في التعامل مع مختلف التحديات الوساطة الكويتية التي أفشلتها قطر بالمطلق لا يمكن أن يعني لأنه هم يريدون وساطة يريدون مطهة وتطويلها لأنهم بحاجة إلى الوقت لكي ينفذوا باقي المخطط 80% من المخطط بنفذ باقي 20% تدمير دول الخليج وتجزيتها وتقسيمها وتغيير أنظمتها الكويت كانت أن تسقط في عام 2013 كانت الفوضى أن تنخرها وصلوا إلى العاصمة بارات دهس والشغطة بالسيارات يعني صار نفس النفس اللي عندكم بالبحرين يعني معني أنا معجب جدا بطريقة إدارة البحرين اللي قدمتها بلد صغير تصفت خمس سنوات يعني مو شهيين أنك إنت ضد تآمر بلد شبيه زي إيران وأموال قطر يعني شغلة يجب أن نقف أمامها باحترامه بشديد ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا